ففي ايه فين الامانة كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعياته. في امهاد غبيات من طراز غم وليس من طراز ام يفرقوا من الاولاد والبنات. درجة ان تحب البنت فلانة ما تحبش الولد فلان. والتانية تحب ابنها فلان وتكرها البنت فلانة او الابن فلان عشان روجته لا تقدرها ولا تعملها كبلقيس او كزنوبيا او كريتباترا او حكس بسود سبحان الله. او الامانة. الامانة بكل معانيها يوقف عند القنطرة. فان وجد انهم صاحبوا امانة ما قد اداها يوقفوا على القنطرة الثالثة. تعالى صلة الرحم. اسألوا عن صلة الرحم. فينجو من نجا ويهلك ومن هلك. يقول لك بس يا سيدنا الشيخ اصطأقول لك شيء. انا اصطأ اخويا ده ما يحب ليش الخير ابدا. اصطأ اختي دي يا عمب والله ما في هذه الاستثناءات. الرسول لما امرنا بصلة الرحم. ولما ربنا سبحانه وتعالى ما تكلم عن الذين يخطعون ما امر الله بان يوصل بسودنا. لن يستثنى عمك فلان ولا خلتك فلانة ولا اخوك فلانة ولا اختك فلانة. في العكس. الرحم رحم. رحم ولا مش رحم. رحم. خلاص. انت مسؤول انك تعمل. طيب ان وجد وصولا للرحم. السادة الرحم دي تزيد في العمر. وتبارك فيه. وتبارك في العيال. وتبارك في الرزق. تعلقت الرحم بجدار العرش لما خلقها. قالت يا رب يا رب يا رب. تشتكي ان الله سبحانه وتعالى. قال الا يرضيك يا رحم ان من وصلك وصلته. وان من قطعته. اي حد من اصدقاء ابوك تصل بيه. روح زوره. اعنه. اي حد كانت امك تحبه من خالاتك واخوالك وابنائهم. سبحان الله. برهم وصلهم حتى بعد الموت. سبحان الله. كان في الشمس وابن عمر يطوف حول الكعبة. كان عنده عمامة يعني بيعتز بها كان واختها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ليه واحد في حارة الشمس كبير السن. اخذ ابن عمر العمامة وحضح على ايه? على رأسه. قال يا ابن عمر عجيب. تتنازل عند العمامة بهذا. من هذا؟ قال كان هذا ابوه ودا لابيه. كان ابوه صاحب ابوه يا عمر. يا الله. شوف شوف. شوف الناس. شوف الناس. هو ده. هو ده صورة الرحمة. ليه هو وصول للرحمة. تعال عند القنطرة الرابعة. الموضوع مش سهل. الموضوع الله. ما هو الاخرة ده. اولادنا اللي بتعلى. اياهم دول بتعلى. قولك. فوريفر. هم? فوريفر. انفينيتي. ما لنهاية. الدنيا ساعة. لكن الاخرة. الى ما لنهاية. يا اهل الجنة خلود بالنموت. يا اهل النار خلود بالنموت. بر الوالدين. او. يا ويلة. من لحق اباه او امه. ومات احدهما او كداهما وهو غير رضي عنه. لا تغضبه. لا تغضبه. الرجل شوف الشاب الصالح. راح ربنا وسع عليه. راح بنا بيت جميل. فرح ابو يزوره. خد ابو يا عسلان. قال له ايه رايك ابو يا في البيت. قال الله. وكمان جليد من المسجد. فلمح في عين ابيه. يعني. 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 استحسان البيت. فاخسم بالله على ابيه. ان اباه يسكن البيت الجديد. وهو سكن في البيت القديم. بتاع ابوه الله. هذا هو البر. هذا هو البر. سبحان الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقفز من فوق الناقة. وهو عبد الستين سنة. وهو من الدعوة. فاستغرب الصحب. وجير على امرأة تسير. ووضع رأسه على صدرها. تأمين حليمة السعادية. امي 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 امي. يا الله. اللي ارضعته. الهد. يا الله. امه من الرضاعة. امه من مرضاعة. سبحان الله. لا اله الا الله. فهكذا كان. كان لا اله الا الله. فالانسان سبحانه الله العظيم. الرحمة بالاباء والرحمة بالامهاء. الاب دايما يعبر ويقول ايه. انا مش زعلان منه ولا شيء. ولا واخذ على خاطره. وهو حر. ايه تزوجة اللي يعجبه. والله. اقسم بالله. ما في اب ولا ام. لم يرضوا. عن زيجة. وفلحت او نفعت او نجحت. وفي امهات تاني. واباء والعظيم من الغبائي بمكان. ما خيصهم غريبة. تقول لك الام ايه. اصلي ما قلت انا. ما تزعرش مني. انا لو حجبت البنت. زنوبة دي. اه. مش مش هتتزوج. ما زنوبة يا ام زنوبة. اه. ولا يا ام زنوبة. اه. ما في اسمك يعني. يعني. دي لو اتزوجت واحد. على ان اخدها. على انه مش محجبه. عاهد زوجت عاهد. هجوه لنا عهد بس. بان شاء الله يعني. عهد عهد. طالما هو مشوقيت على دين. الفضفر بذات الدين. تريبت يدك. قال له ابن عباس انا لا ارضاها لك. قال له لي ابن عباس جاربت ابن عباس عشان يزوج. قال له اراها تطالع الرجال. قال له لا حرج في ذلك. قال له انا الان لا ارضاك لها. لان انت ديوث البعيد. انتهب للبعيد خنزير. حلوف انت. سبحانه. لا فيش يغاء. ياعد جيبها مع اصدقاء ولا يتقوا الله. اللي منهم بيشرب واللي منهم حشاش واللي منهم بتاع مخدرات ومطعاطي. وكل واحد جيب زوجته يتفرجوا على بعض ويقول له. دا قاعدين جاعدة بريد. بريد مني ابو بريد انت. ده دا شوفه. لا تخلطه الحق بالباطل. لا تخلطه الحق بالباطل. خد الامور واضحة كده. بروا الوالدين. فان وجدوه هبارا بوالدين? عدى على القنطرة الايه? التي تليها. القنطر اللي تليها بقى تعال على ايه? حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والخوض في الاعراض وشاهدة الزور والكذب. الله 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 اللسان. اللسان. ديه قنطرت الايه? الخامسة ديه قنطرة اللسان. كلها امانات الناس. الدين اعمار للحياة. ليه انا اكلم عن الدوعة للحق والدارة الاخيرة دايما. لان هذا مربط الصلاح والتقوى. لما انظر على النتيجة هاكون بالي من الزرع السبب. وجدوه سبحان الله كان ممسك لسانه ولا اغتابه مع انه والله. الغيبة دي بدأ شوفه. اغبة واحد. اغبة انسان. اللي بيعطى حسناته اول باول لده. كل يوم يقعد في مكان. اخد موقف من الشيخ فلان. بل يمكن عمل له قناة كمان. ويقول كده. ويعمل كده. والان بيغتابه شعوب. يختب شعب على بعض. الشعب ده افاق. الشعب ده نصاب. الشعب ده منافق. خلاص انت ابو ذبر الغفاري. لا اله الا الله. انت عبدالرحمن ابن عوف. المهم يعني. فعند القنطرة الخامسة حفظوا اللسان. ايه اخبار اللسان ايه. عدة. يعني اذا فرضنا جادر النمر سبحان الله. فقال عثمان رضي الله عنه. فان تنجو منها. تنجو من ذي عظيمة وان لا فما اخالو كناجية. اه طبعا. انت. فلو وجدوه قد حافظ لسانه. اه طبعا. روح يا بطل على الايه. مش يا بطل ولا غير. روح يا مسكين على القنطرة السادسة. اول ما روح الى القنطرة السادسة. اه. حفظ الجار وكرمه وإكرامه الضيف. يا خبر على البخير. للبخير واقع واقع. ما يحبش. قالوا للبخير ما اسواء الاصوات عندك. قال صوت ضروس الضيوف واسنانهم على ارغفته. ده بالنسبة للصوت. ده عبارة عن تعذيب له في السمزانة. ما اسأل الله السلامة. سبحان الله. فحفظ الجار. الجار يا الله. الجار يعلم عنك ما لا يعلم اخوك ولا خالك ولا عمك. فان وجده كان مكرما للجار. يروح على القنطرة السابعة. يسأل عن الصدق. انت كنت صادق. تطحك على الناس. ولا كنت صادق. انت كنت تطح في الاعلام عشان الناس يتلمى حواليك. وتبقى منظرة. وتقول انا الذي اقول الحق ويشتم ده. ويشتم ده. ويتطور على خلق الله. سبحانه الله. نسأل الله السلام. اذا عدوا وجدوه صادقا يسأل الصادقين. يعني الصادق نفسه الحسن البصري. علي ابن ابي طالب الله يرضى عنه. سيدنا الحسين. سيدنا الحسن. سيدنا مالك. سيدنا الشفعي. في هذا المنطق يعني. هيقفوهم ويسألوهم عن درجة الصدق اللي عندوه. مش يعني هيعدي. يستعال درجة صدقك ايه. طيب. دي القناطر. لكن المرين على السراط ليهم سرعات. ديهم سرعة. دي الجزء الثاني من الحلقة. سبحان الله ودي مهمة. في من يسرعوا اسراع طرفة العين. ومن من يسرع كالبرق الخاطف. ومنهم من يسرعوا كالريح العاصف. ومنهم من يسرعوا كالطير المجد. ومنهم اللي يسرع سبحان الله كالخير في جريها. ومنهم من يسرع اسراع المهرول. اللي بيهرول زي ايه. بين الميلين الاخضرين. اللي بيعملوا رياضة في التراك وفي المضمار سبحان الله. ومنهم من يسرع اسراع الماشي. مين دون. السرعات المرتبطة بالاعمال. اللي ماشي على السرعات بزي طرفة العين ده. زي ما الذي عنده علمه من الكتاب وجاب عرش برقيس عند سليمان. انا اعتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. واني عليه لقوي. امين. مين طرفة العين. قال دول اللي هم تلت اصناف. اهل الصدقات. واهل قيام الليل. وامامهم العلماء ومحبيهم. الله. 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 الله مجح لنا منهم يا رب. اسحاب الصدقات يتصدقوا. ولو بشق تمرة. boat passarшьب. يا أخي انت تصدق بالمال تصدق بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة. تصدق بالابتسامة. ده في ناس والعادة في شعوب. لو ضحكوا يخافوا ان وجوههم ته اه يعني اتزاقطو الجلود من من منشد. لا يا اخي ابتسب. كان الرسول وامام. اتصدق والمعروف بالكلمة الطيبة باصلاحدة بين المتếnد. يعني له صدقات. صدقات خيام الليل العلماء ومحبوهم ده سرعة ايه زي طرفة العين الله التاني سرعته كالبرق الخاطف مين دول اللي سرعته كالبرق الخاطف دول اللي استقاموا على اداء الفرائض ولم يضيعوها الظهر في وقته العصر في وقته لسه استاذ العشاء ممدودة هي قبل العشاء تخرجها وزوجها ورجعني الساعة ثلاثة سبحان الله الليلة لباسة لهم جعلوه معاشر ويروح ينام يصحب بعض الظهر لا شوفوا الذين استقاموا على اداء الفرائض الصلاة لوقتها الصلاة لوقتها طيب مين اللي يجري زي الريح العاصف اللي قدوا الزكاة وصاحب العلماء واحبوهم واحبوهم فيه ناس عندها العلماء دي والله انا اعرف مش عوب يعني طواف جيفة الحمار المنتنى احب اليهم من عالم يقول امرا وناهيا انا متأقل مما اقول ده في ناس بترصد ملايين لاسكات هؤلاء ومحاربت هؤلاء بدل ما يوضع لنا خناطا على السرطة وحاطت خناطا نسأل الله ان يعافينا واياك ففيه من يسرع اسرع الريح العاصف اللي هو ما يسومش مع الله في الزكاة يقولك طب هي يعني خانس وعشرين الف بالزبط طب ما ممكن عشرين يا ابن الحلال يعني ايه المهم يعني فسبحان الله ثم من يسرع من اسرع الطير المجد الطير المجد ده اللي هم الواصلون للايه للارحام يبتغون بها رضوان الله يقولي بس انا روحت العمي او عمتي وقعدت معاها وقعدت تذكر لي آثام ابويا اللي اخذ الارض وعمل وانا محبش هروح تاني كده بتجيب سلة ابويا بالوحش وعمي كل شوية يقول لي انت مش راجل انت ليه ما قلتش خطب انت عمك احسن من الغريبة اللي جفتها لنا يا عم انت مالك الرجل تزوج كم انت هتحتله وانت محتل مستخرب سيبوا يا سبحانه الله العظيم المهم فالذي يصل للرحم ابتغاه مرضات الله قال ادفع بالته احسن فاذا الذي بينك وبينه وعداوك انه ولي حميد يقول لا يا سيدنا الشيخ لا تحكيلي عن الموضوع ابدا ده انا دفعت والله يكذاب انت دفعت بالتي احسن انت تكذب الاية اصدقك انت يا نصاب وكذب كلام الله استغفر الله العظيم ربنا عملها معادلة ادفع بالته احسن احسر يا رب الف الى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد يقول لا كرامتي لا تسمح سبحان الله ابن بارم ديل ابن سبحان الله المركيز ولا لا المركيز ولا تركيز ولا سبحان الله كلنا لا ادم وادم انتراه تمين انت سبحان الله فالبن السرعة كالطير المجد للوصلين الرحم يبتهوا بها واشا الله فيه بقى ليسرع اسرع الخيل في جريها مين دول قال اللي غضوا ابصارهم عما حرم الله يا الله لا ينظر على شيء حرمه الله ولا ينظر على عيوب الناس يطلعها ده فيه ناس يعني كل ما من قبل ده خمفة يعني ايه الذباب يخنفساوي. الذباب لا يضع الا على الجروح والقادرات. عمر ما الذباب يحط على حاجة حالهم. ما يبدا سبحان الله. والخنفساء. الخنفساء لازم ريحها والعاذب منتنة وسيئة تنمو وتنتعش. تحطها في كونة الورد والعطور والرياحين والازاهير الجميلة ذات الرائحة المشاء الله الجميلة. والعاذب والعرب العالمين تموت بس فيسك يارخان. الجهاز التنفسي سبحان الله غير قابل للريحة الطيبة. زي بالضبطة اللي بيقعدوا كل يوم في القهوة مع بعض. كل يوم كلموا كلمة سيئة وبص على الرائح واللي جايب ويجيبوا سرتنا. وقول لك الشيخ فنان لا 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 لا. الشيخ فنان مين. العالم الفنان لا 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 افهم منه. ي�로ح الله بالديل المؤسس في طيبة الثالية استخدرت كانت لا آپ الا فمالوا. الشيخ فنان لماذا كنت تحفين во ضد痛 حتى الاسم ذات ثمن ولم نجيب واتبعدكم. كل شيخ فنان الاذان فيه سيتاذ النب Theme فضاء مهما يضغط يحدث يت мне tiroب。 السفارة المغبط في تلك المرحة ، هذا السفارة كامل ؟ يقول ايه ده ايه اللي طلعنا فيه الحجاب ده انت امك كانت محجبة انت خلتك انت شفت امه محجبة قال له هو انت طب امك ضلالية ومنحطة وخلتك مش عارفة طب هي استقامت على طريق الله سبحان الله لله السلام فالخير في جريها الذين غضوا ارصارهم وحافظوا ازواجهم يجي بعد كده ايه اللي 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 ايه زي المهرول ده اللي برق اباؤه وخذلوا من جيرانه وتعهد المساجد وامر بالمعروف ونهى عن المنكر هذا سبحان الله ولا يخف الله لو ما تلهم ده ايه زي المهرول اما النوع السابع في السرعة زي الماشي الذين تجنبوا الربا وتجنبوا الخيانة في الميزان الخيانة في الميزان مش الميزان كيلو جرامي والدهولي تسعمائة وخمسين جرام نوع من الخيانة في الميزان زيدنا شعيبي راح للقوم قالوا لا تقسروا الميزان سبحان الله يعني لا تبخسوا الناس اشياءه فاعتبر ان الميزان وهو اللي هيبخس في الميزان ده هيبخس في كل الموازين يقول لا الهوى بتاعه شوف هو دك شيء ما من الاخر انت عايز تقيس ايمانك وتكتشف يعني انك بتطخل روحك لن يكمل ايمان احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه هاطرب لك مثال وبسيط عندك اب اسمه حسن وابن عمه اسمه حسين هالاسمين جميلين تصفت يا رسول الله خلاص تخرجوا مع بعض في الجامعة ولكن حسين هذا ابوه فقير وحل التقاعد ومعندوش داخل وانت ما شاء الله ربنا موسع عليك وجدت وظيفة في مؤسسة عرضت على هذا التخصص وهيت ياخده يا حسن يا حسين حتى الله بنسمى الاسماء ونقرها غلط حسين تصغير حسن لكن لا نقل في الاسماء فزي عبدالله الله اسمه الله ايه الله دي عبدالله عاد سمي سمي يقول انتق صح هقول لي انا سيدنا محمد ابن عبدالله عبدالله محمد ابن عبدالله الله الاسم الاعظم حتى مش عارفين انتقه صح لا اله الا الله المهم ف المؤسسة عايزة تعين واحد منهم انت في نفسك تتمنى ان يأخذ الوظيفة تماما انت امام خيرين لو مؤمن هتحب الاخيك لا ابن اخوي عشان فقير انهي بقصة شيخنا واستاذنا الشيخ علي التنطاور رحمة الله عليه الحاج جيت سنة 37 رحت اشتري في اخر الرحلة قطعة قماش من محل وبعدين لما دخلت قلت له انا عايز كده متر من القماشة دي قالوا لا والله اروحي عند المحل لجنبي قالوا يا عمل من هي موجودة قالوا لا انا بعت الحمد لله اما جاري التجري لجنبي المحل لم يبيع اليوم كثيرا فان بس عايز ان ايه اليوم قرب على الانتهاء وايه عايز يرجع مجبور الخاطر لعياله هنا تنزل الرحمة هنا تنزل الرحمة ادعو الله عز وجل ان يرزقنا الايمان الصادق وان ينبهنا من غفلتنا وان يجعلنا من الذين اذا قرأوا اهدنا الصراط المستقيم نستحضر كل هذه الحلقة وبعدوا اكتبوها واسمعوها وشوفوا النقاط اللي فيها وشوف انت حصلت كم في المية من الكلام اللي قلت بالله عليكم اذا جاز لي يوم القيامة هتعلق في رقابكم في هذه الحلقة هقول يا رب انا بلغت اللهم قد بلغت اللهم فاشهد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة